حدثنا يحيى بن سعيد عن عكريمتا بن عمار قال حدثني الهرماس بن زياد البهيلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحل التي هي يوم النحر بمينني حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكريمتا بن عمار وهو العجلي حدثنا الهرماس بن زياد البهيلي قال كنت ردف أبي يوم الأطحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمينن حدثنا عبد الله بن واقد قال أخبراني عكريمتا بن عمار عن الهرماس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمار ابن أبي علي أبو محمد من أهل الري وكان أصله أصبهانيا قال حدثنا يحيى بن الدريس قال حدثنا عكريمتا بن عمار عن هرماس قال كنت ردف أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معا